طبعاً لريادة النادي الأهل العربية والقرية وتصنيفه العالمي عانق النادي الأهل المجد من جديد بتتويجه صباح اليوم بجائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي عن العام الحالي 2021 كأفضل مؤسسة رياضية عربية جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سموه الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وكشف عن فوز الأهل بالجيزة عن المجموعة الاقتصادية للنادي الأهل التمويل الذاتي وذلك باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي كما كانت المبادرة من أسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة كورونا والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي كما أن عوائد المبادرة المالية والبشرية والمعرفية سوف تستمر إلى عدة سنوات قادمة هذا وحدد مجلس إدارة دبي الرياضي التاسع من يناير المقبل موعداً لإقامة حفل التكريم واستلام النادي الأهلي لجائزته على رأس المكرمين الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم دايماً لما بنيجي نتكلم عن النادي الأهلي بنتكلم بكل فخر وبكل اعتزاز في أي إدارة للنادي الأهلي لأن على رأس إدارة النادي الأهلي حالياً أنا أتكلم عن حالياً وكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته وبالتالي إن شاء الله ربنا يكرموا يوم الجمعة نشوف إيه اللي حيحصل وأعضاء الجمعية العمومية يكون لهم الدور الأكبر إن شاء الله في اختيار من يروه مناسباً لإدارة النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة مودي